سباح الخير من رضي الموسوي في سوريا إلى صالح العروري ورفاقه في الضحية إلى أكثر من مئة قتيل في تفجيري كرمان في إيران عمليات تزاحمت في مرمى الممانعة وهزت الخطوط الحمر وليس من جواب على كيف وأين ومتى سيكون الرد ولم يأتي خطاب نصر الله الثالث منذ بدء حرب غزة إلا تأكيدا للأجونة الإيرانية التي نأى بعلاقتها ومشاركتها معلنا أنها لم تطلب من الحثيين فتح جبهة في البحر الأحمر ولا من حزب الله في جنوب لبنان وعاد نصر الله ليختزل الدولة للحكومة واللبنانيين ليتوعد الرد المؤجل للأيام والليالي والميدان وليهدد بحرب من دون صف ولا ضوابط مربوطة